أكد الأمين العام للمشروع العربية الشيخ خميس الخنجر أن التحالف المحور الوطني يمتلك برنامجا للمرحلة المقبلة له القدرة على معالجة وتجاوز أخطاء المرحلة الماضية وبيّن الخنجر أن التحالف الجديد ليس لديه أي تحفظ على أي جهة سياسية وسيجري حوارات مع جميع الأطراف فيما أشار إلى أنه سيتحالف مع الأطراف القريبة من برنامجه ورؤيته للمرحلة المقبلة اليوم الحمد لله توفقنا جميعا في إعلان تحالف المحور الوطني اللي يضم ست كتل كبيرة وسشيخصيات مهمة في العمل السياسي وبالتالي إن شاء الله سوف نطرح في قادم الأيام برنامجنا ورؤيتنا للبرنامج الحكومي واللي نعتقد هذا البرنامج سوف يعالج كل الخطايا الماضي ونحن سوف نكون أيدينا ممدودة للجميع من أجل صالح البلد ووحدة العراق أرضا وشعبا ومن أجل الانطلاق بالبلد نحو مستقبل ظاهر لكل أبناء هذا التحالف إن شاء الله هدف الأساسي هو المساعدة في الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية القادمة وبالتالي نحن لسنا لدينا فيتو على أي طرف ولم نتفق مع أي طرف إلى الآن حواراتنا مستمرة ومنفتحين على الجميع لدينا برنامج من هو الأقرب إلى برنامجنا سوف نتحالف معه سوف تكون لدينا لقاءات قريبة جدا مع كتل سياسية مهمة من كل الأطراف وسوف نعلن مجموعتنا التي ستفاوض الأطراف الأخرى اليوم لدينا لقاء مهم مع الكتل سياسية فاعلة سوف يذهب وفد باسم هذا التحالف كخطوة أولى فالحمد لله التحالف طبعا كما هو معروف في شخصيات مثل الأستاذ الدكتور أسامة النجيفي والدكتور جمال الكربولي والسيد أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين وكذلك الأخ فلاح الزيدان وزير الزراعة وكذلك المشروع العربي وسوف تكون لدينا حوارات أيضا مع أطراف أخرى والدكتور طبعا سليم الجبوري باسم حزب العمل والمجموعة التي فازت في الانتخابات هذا التكتل الجديد سوف يضم 51 نائب في البرلمان هذه كتلة برلمانية مهمة تستطيع أن تتفاوض مع الكتل وتستطيع أن تسهل عملية التفاهم مع الكتل الأخرى